ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي هي مسألة مؤرقة لجميع العراقيين لكل قلق من هذه القضية كانت هناك الكثير من الروايات حول هذه المسألة وتحديدا مما هو قادم من رواية على أن البنك الفيدرالي الأمريكي اتخذ بإجراءات تجاه هذه المسألة تجاه عدد من البنوك وهذا ما أدى إلى رفع سعر صرف الدولار أو أن هناك تحريبا للدولار الأمريكي لإيران الكثير من الروايات ما حقيقة ما جرى؟ في البداية شكرا على الفرصة للتوضيح موضوع معقد جدا أغلبنا لسوا مختصين في تفاصيل قطع المصرف العالمي أو بالضرورة غسيل الأموال لكن دعني أقضي بعض الوقت لتوضيح ما نقوم به هنا في البداية ودعنا أقول بأن الولايات المتحدة لا تضع أو تحدد سعر التصريف بين الدينار العراقي والدولار نحن أيضا لم نضع عقوبات جديدة على أي مصارف عراقية جديدة ما قمنا به هو مواصلة الآلية التي استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرف العراقي لمساعدته مساعدة المصارف الأخرى في العراق أن تمتثل مع النظام المصرف العالمي وضمان أن نكون قادرين على تحديد استعمال النظام المصرف العالمي من قبل المجرمين والجهات المغرضة لغسيل الأموال هذه الأموال التي تعود للشعب العراقي وتهريبها خارج العراق هذه الإجراءات التي اتخذناها بدأت قبل سنتين تقريبا وإجراءات هي بشكل تدريجي تم تنفيذها من قبل المصارف واتفق عليها بين البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي لم تكن مصممة بأي طريقة أن تكون سياسية ومصممة كانت بالخصوص لضمان أن لا يتم غسيل أموال وتحديد ذلك وضمان أن نركز كثيرا على أجندة مكافحة الفساد التي كثير من رؤساء الوزراء ورئيس الوزراء الحالي كانت مجرد مصادفة أنها حصلت بقت قصير بعد تسلم رئيس الوزراء منصبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر